النجاح تزاوج الكناري الوقت المثالي لوضع العشة الثانية أنثى عندها فراخ وتريد أن تبني العشة الثانية يجب اتباع خطوات معينة في كل حالة يعني على حسب حالة أو سن الفراخ يجب اتباع خطوات معينة هذا موضوع اليوم إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع مرحبا بكم كاملين أتمنى تكونوا في صحتي جيدة أنتم مؤلاء لكم والطويرات لكم إن شاء الله اللهم تقبل منا الصلاة والقيامة وصالح الأعمال إخواني رمضان كريم للجميع وندخلوا في صلب موضوع اليوم هنا إخواني الموضوع اليوم يكون متعلق بالمرحلة بعد فقص البيض يعني ابتداء من اليوم الخامس عشر وركزوا معي مزيان اليوم الخامس عشر إخواني من عمر فراخ الكناري بين يوم خمستاش وثلاثين يوم من عمر فراخ الكناري تبدأ في الخروج من العش على حسب البنية ديالها على حسب الأم يعني الأبوين أو الأم كي وكلوا الفراخ مزيان والتغذية واش مزيانة اللي كتقدم الطيور ديالك واش متنوعة ومتكاملة واش انت كتساعد الأنثى في الإطعام يعني كل هاد العوامل كتتدخل وكتجعل الطائر يخرج في يوم أو آخر يعني على حسب كل فرخ وقت الخروج ولكن الخروج يكون من العش بين خمسة عشر وثلاثين يوم فهذا المرحلة يا إخواني يجب القيام بخطوات على حسب كل حالة نبدأ بالحالة الأولى يا إخواني وهي الأنثى كتفتش على مواد تعشيش الأنثى كتحاول توضع أي حاجة في العش يعني وإذا حطيت لها مواد ديال تعشيش غادي تلقاها كتحط ذاك المواد في العش اللي في الفراخ وهي ما زال ما خرجتش من العش شنه هي الخطوات اللي غادي نعنده أول حاجة غادي نجيبوا عش تاني غادي نوضعه في نفس مكان العش الأول تفقين؟ هذه أول خطوة غادي نجيبوا العش اللي في الفراخ غادي نحطه في الجهة المقابلة أولا في أي جهة من القفص ولكن يكون العلو دياله تحت العش الجديد يعني ما يكونوش في نفس الخط يعني دائما نحطه العش الجديد في الأعلى والحش العش القديم عفوا العش القديم في الأسفل يعني يكون نازل وكلما قربته للأرضية ديال القفص ما شي مشكل علاج هنا في هذه الحالة هذه الفراخ سوف يكمل نمو ديال ريش ديالها وقدرة تقوم بالتدفئة ديال الجسم ديالها بنفسها يعني ما بقاتش متوقفة أو لا يعني على الأم يعني الحضم ديال الأم ديالها هنا غادي نعطيها بالعش الجديد وقلنا غادي نعمله في الأعلى والعش القديم اللي في الفراخ في الأسفل وغادي نعطي لها مواد ديال التعشيش غادي تبدأ تشوفها كتحط مواد ديال التعشيش وغادي تبدأ في بناء العش الخطوة الموالية هي عند بداية خروج الفراخ من العش عند بداية خروج الفراخ من العش غادي تبدأ تلاحظ بأنها تمشي للعش الجديد كيف ما كتلاحظه هنا الفرخ تمشي للعش الجديد وغادي بداوي يجلسوفه غادي بداوي يخربه وهذا ماشي في الصالح ديالنا باش نجح في العش الثاني وإذا شناء بأن الفراخ تقوم بهذه العملية هذه يجب عزل الفراخ يجب عزلهم ونوضعهم في الجهة الثانية يعني هذا العش كما نضعه في الجهة هذه سنهزه ونضعه في الجهة الثانية وسنعزلهم بوحد العازل اللي يكون يشوفوا بعضهم باش يقدروا الأبوين يأكلوا الفراخ بين ذاك العازل هاتك هذه في حالات الفراخ كتخرج من العش لكن إذا كانت الفراخ بعدها في العش لا يجب عزلهم لأن في هذه الطريقة إذا عزلناهم ما غادي قدروش يوصلوا الأبوين باش يتعمو الفراخ الحالة الثانية ما يا أخواني هي أن الأمثة عوض مما تبدأ تحط مواد تعشيش في العش كتبدا في نتف ريش الفراخ وكاين الإناث اللي كتبدا تضرب الفراخ علاش حيتاش كتبغي تطلعها ولا تخرجها من العش باش تبني العش الثاني نفس الخطوات غادي نعملو كاين اختلاف بسيط غادي نعزلو يعني الفراخ على الأم غادي نشبرو العش القديم نحطه في الجهة الثانية ونعطيو الأنثى عش جديد مع مواد تعشيش ونخليوها تبدأ في بناء العش ولكن في هذه المرحلة هادي غادي نعملو العازل ونخليو الذكر مع الفراخ ونردوه للأنثى في المساء يعني في آخر المساء يعني في وقت الغروب ترد الذكر للأنثى غادي نقول لكم السبب السبب هو أن الفراخ يعني التزاوج بين الذكر والأنثى يكون غالبا في المساء وفي الصباح الباكر وبهذا الطريقة هادي غادي نتفادعوا البيض غير مخصص مع أن الفراخ عفوا مع أن التزاوج يحدث في النهار أيضا ولكن نحن بما أن لدينا الفراخ وباقي متوقفين على الأبوين لكي يقوموا بالتغذية لهم يجب أن نعجلوهم ونجعلوا معهم الأب طوال النهار يطعموا الفراخ وفي المساء نضغله على الأنثى بهذه الطريقة إلى أن تخرجوا الفراخ من العش سنردوا الذكر عن الأنثى لكي تكمل عملية التزاوج في العش بنجاح ويطعم هو والأنثى الفراخ من العزل الشبكي سنبقى على هذه حتى نلاحظ بأن الفراخ الصغيرة بدأت في الاعتماد على نفسها بدأت كتاكل الحبوب وهكذا سيكونوا وصلوا لمرحلة الفيطان ما سنصل إلى هذه المرحلة سنجلب بعض العزل الذي سيجعل بأن الفراخ الصغيرة لا ترى أبوين ومع فترة سنحيدهم ونضعهم قفص ثاني ومن الأحسن يكون قفص كبير ولكن تبدأ في الطيران ويكمل النمو بشكل سهل بهذه الطريقة إذا تتبعنا هذه الخطوات سنجح في التزوج الكناري في العشة الثانية نقطة مهمة نهضر هي ما من أجل أن نجعل الفراخ تعمل في السنة حفاظا حفاظا على هذا الموضوع في فيديو سابق ولكن يجب الإشارة في هذا المقطع هو أن الإناث إذا خليناهم رهما ممكن توصل تعمل أربعة أو خمس أعشاج في السنة ولكن نحن لا تريد أن يقوموا بهذا العدد الكبير حفاظا على صحة الأمثة وهنا نصيحة إخواني لا تتعد الثلاث أعشاج في السنة حفاظا على صحة طيورنا و ليكون عندنا إنتاج ذو جودة لماذا؟ حيث إذا بقيت مع الأمثة تزيد العشة الرابعة وتزيد العشة الخامس ستبدأ بيض غير مخصب سيبدأ يخرج الفراخ لأن الأمثة لن تقوم بإطعانهم بطريقة جيدة سيبدأ يموت الفراخ ونحن فغنا عن هذه المشاكل وشيء الثاني أن هذه المخلوقات هذه الحيوانات هي مسؤولة ونحن لازم نحفظ عليها ونقدمها العناية التي تحتاجها كما نقول دائما كان هذا موضوع اليوم كالعادة تذكير لما لا تشترك يجعلنا اشتراك اعجاب الفيديو اشاركوه مع أصدقائكم لكي يتعمل من فائدة وأي سؤال استفسار الموضوع بغيتو انتكلموا عليه خليوهلي في التعليقات وما كيبطالي غير من كلكم السلام عليكم اشتركوا في القناة